الفون مهم. تفضل. واحنا كنا بنتكلم على وليد ازارو. تفضل. والدعم النفس للعيب للنادي الاهل للمرحلة القادمة واحد اهم اهلاء اللاعبين وليد ازارو. تمام. الناس في المغرب بتتكلم عليه بشكل مختلف. والتوقيت الحالي اي لعيب اه اجنبي بيلعب في الدول اه خارج بلده عليه دور مهم جدا ان هو يتعلق ويسر عشان عنده كاس الامن الافريقية الجاية. ما بالك بلعب بيلعب في مصر وعايز يتواجد مع ممتخب. بلعب في النادي الاهلي. وبيلعب في النادي الاهلي. وعنده بطولة امم لفترة القادمة ونفسه يتواجد مع ممتخب المغربي. انا بيانضم لعب تلفون فازية اللحظات لأستاذ جمال ستيفي. الناقد الرياضي والصحفي المغربي. لان بالتأكيد عنده اطلالة في مسألة امكانيات وليد ازارو الفترة الاخيرة. وتألقه او ظهوره. وما يكتب عليه في الاعلام المغربي. والدعم الكبير من الاعلام المغربي لمهاجم النادي الاهلي. واحتمالية تواجده مع المنتخب المغربي في كاسلوم الافريقية. تحت اشراف هيرفي لونار. المدير الفني الفرنسي للمنتخب المغربي. سيد جمال تحياتي ليك. ومنورنا ومشرفنا على شاشة قناة النادي الاهلي. وفي ضيافة اتنين من النقاط الرياضيين الكبار. سيد علي عزة والاستاذ عبد المنع من اسطن. تحياتي لك. وتحياتي لجميع. وبوفق الكرام. بالنسبة لتحدثتم عن وليد ازارو مهاجم الاهلي. وايضا مهاجم لمنتخب الوطني المغربي. اكيد. وليد ازارو حرور قائم الريقون في لائحة المنتخب الوطني التي ستشارك في كاسة افريقية للأمم التي تتخدمها مصر. يريد ازارو لعب متميز. هداف متميز. صحيح للاعب الاخيرة. خصوصا بعض الإصابة التي تعرض لها مع فريق الاهل المطري عاش مرحلة فراغ. ولكن هذه مرحلة فراغ يعيشها يعني كل اللاعبين وكل المهاجمين. الأول الأخيرة لوحد وليد ازارو لديه تأتيب مجالية في مبارك اخيرا مثلا امام المصري صحيح لم يفجل. لكنه كان وراء تميرة غدافه. كان وراء ايضا الفصول على ضرب الجزاء. ايضا في مبارك ساندونز جنوب الفيخ يقبل اداء متميز. في مبارك اياب يعني في متيارة يعني برج العرب. ازارو يستعيد مقاوماتي. يستعيد مؤجداتي. ايضا لا يجب ان انه حينما يعود لاعب من الاسارة فبالتأكيد الاسارة تترك اثر تلبي قبل ان يعود الى ما كان عليه. ايضا ايضا ان وراء ازارو قبل عامين فقط كان يلعب في فريق الهوات للانطقة جدير قبل ان يتحق بفريق الدفاع الجديد. الذي لاعب له موصل واحد فقط قبل ان ينتقل الى مستوى عالم المنافسة مع الاهل المصري على مصري الدولي المحلي. وعلى مستوى التنافس القارن. انا شخصيا ارى ان وراء ازارو لدي كل حضور بيكون ضمن المهاجرين الذين يعجزون صفوق المنتخب الوطني في مياه ايضا امام افرق ثلاثي اختاد منها مصري. هناك اتصالات واهتمام من المدير الفني الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار واجراء اتصالات خلال الساعات الاخيرة مع وليد ازارو. من عادة هيرفي رونار مدرد المنتخب الوطني يعني متابع عن اللاعبين وخصوصا النادينة يمارسهم في الخارج وليد ازارو. من دين اللاعبين الذين يحضن باهتمام المدرد هيرفي رونار. حتى لما كان فاتريس كارتيرون وانتذكر لما كان مدربا لفريق الاهلي كان دائما على اتصال مع ايرفي رونار. هذا يكشف ان وليد ازارو دين قائمة اهتمام ايرفي رونار. ايضا عودته الاخيرة مع فريق الاهلي المصري وحضره ايضا في المباريات الاخيرة. المجهود بيبدله ان وليد ازارو مع اهل المصري وليد ازارو من البروفايل الذي ينفضله بنوعية لايبي الذين ينفضلهم ايرفي رونار. ان ايرفي رونار ينفضل اللاعب قلب الهجوم الذي يكون هو الخط الاول للدفاع والذي يقرط على المنافسات وهذه المواصفات التي يتواجد في وليد ازارو الذي يبقى كما قلت لك مرشحا بقوة ليكون بين لائحة المنتخب الوطني. الخصوص يمكن خلال الساعات الاخيرة كان في العديد من الصعف المغربية اتكلمت على قرار جديد ظهر في المغرب بخصوص التجنيد الاجباري وامكانية عدد من اللاعبين قد يخضع لهذا القرار. هل اللاعبين المحترفين اللي خارج المغرب بيسر علوم هذا القرار كوليد ازارو ولا هذا القرار بعيد تماما عن هذا الموضوع؟ لا اعتقد ان القرار يسري على اللاعبين الذين يمارسون في الخارج او حتى اللاعبين الذين يمارسون في البطولة المحلية بماذا بان العمر يشمل الاعمار مذنين تكعة عشرة سنة وخمسة وعشرين سنة. ايضا بمتدر الوريد ازارو ولاعب يمارس في الخارج يعني يعتبر ان الجرية المغربية التي تبقى في الخارج وبالتالي التجنيد لا يكون في هذه الحالة يكون اجبارين وإنما اختياريا وبالتالي ووريد ازارو غير معلغ قرار التجنيد الاجباري بما تقديقه يعني في المملكة المغربية. استاذ جمال استيفي الناقد الرياضي المغربي بشكرك على هذا الحوار وعلى هذه المعلومات اللي انه موضوع مهم جدا وفي توقيت مهم. استاذ جمال انا بشكرك شكرا جزيلا.